المحادثات الطارئة التي تحتضنها فيينا بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة تأتي في سياق تصاعد التوتر مؤخرا بين تهران والغرب كبير المفاوذين النوويين الإيرانيين قال إن هذا الاجتماع الطارئ مع أطراف موقعة على الاتفاق النووي كان بناء أعتقد أن الأجواء كانت بناءة والمناقشات جيدة لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات تهران قالت إنها ستواصل تقليص التزاماتها النووية إذا أخفق الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق الذي وقع في 2015 كما قلنا سنواصل تقليص التزاماتنا بالاتفاق لحين تأمين الأوروبي لمصالح إيران بمجبه الأوروبيون يقولون إن أي انتهاك إيراني للاتفاق سيصعد من المواجهة لكن جهودهم لحماية التجارة مع إيران من العقوبات الأمريكية لم تسفر عن شيء ملموس حتى الآن ورغم ذلك أعربت جميع الأطراف التي شاركت في الاجتماع عن التزامها بحماية الاتفاق ومواصلة تنفيذه أعتقد أنه من الطبيعي أن تطلب الدول الأوروبية الثلاثة من إيرانيين العودة إلى الامتثال الكامل وأن يحث الجانب الإيراني دول الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الجزء الخاص بهم في الاتفاق جميع الأطراف أعربت عن التزامها بحماية الاتفاق ومواصلة تنفيذه بطريقة فعالة ومتوازنة جميع الأطراف أعربت عن معارضتها الشديدة للولايات المتحدة لفرضها عقوبات من جانب واحد ونفذت تهران هذا الشهر تهديدها بزيادة أنشطتها النووية بما يخالف الاتفاق النووي وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على الاتفاق اتخاذ إيران لهذه الإجراءات وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران إنقاذ الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في الثامن والعشرين من ماي عام الفين وثمانية عشر وإعادتها للعقوبات المفروضة على تهران وتشجيدها بما كبل الاقتصاد الإيراني اشتركوا في القناة